بسم الله الرحمن الرحيم تناولنا في الجزء السابق من المحاضرة طبيعة وظيفة التوجيه وكذلك العلاقات بين الرؤساء والمرؤوسين وفي هذا الجزء سيتم تناول إصدار التعليمات والأوامر كأحد أبعاد وظيفة التوجيه أولا مفهوم الأمر وتعريفه الأمر كأسلوب من أساليب التوجيه يعني تعليمات معينة من الرئيس للمرؤوسين يلزمهم من خلالها بأداء عمل معين أو توقف عن عمل ما وذلك في ظل ظروف معينة فالنظام داخل أي منظمة يمنح للرئيس الحق بإصدار تعليمات وأوامر للمرؤوسين وقد تكون هذه التعليمات والأوامر في عدة أشكال وهي أساليب إصدار التعليمات والأوامر تأخذ أشكال سلاسة أولا تعليمات قد تكون تعليمات عامة أو محددة ثانيا قد تكون تعليمات مكتوبة أو شفاهية ثالثا قد تكون تعليمات رسمية وأخرى غير رسمية سنأتي في هذا الجزء من المحاضرة في تناول أحد الأبعاد الرئيسة في وظيفة التوجيه وهي الاتصالات الإدارية حيث تمثل الاتصالات جزءا حيويا في إدارة الموارد البشرية داخل أي منظمة وسواء كانت هذه الاتصالات ذات اتجاه واحد أو ذات اتجاهين فإنها يجب أن تسمح بتبادل المعلومات بين الإدارة وبين الموظفين بسهولة ويسر وبدون عوائق ومن الخطأ أن تفترض الإدارة أن الموظفين قادرون على معرفة ما يدور في المنظمة وطرقهم الخاص أو أن تترك للإشاعات دورها بين الموظفين حول القرارات والأحداث القائمة وعلى ذلك يمكن تناول الاتصالات في المحاول الآتية واحد طبيعة الاتصالات تعرف الاتصالات على أنها ناقل واستقبال المعلومات من شخص لآخر وهي وسيلة لتوحيد الأنشطة المتعددة بالمنظمة كذلك يمكن تعريف الاتصالات على أنها الوسيلة التي يعتمدها المدير لتطوير النظام يتم بمجابه إعطاء المعلومات وتفسيرها للمجموعات والأفراد داخل المنظمة وخارجها وتنبع أهمية الاتصالات من الاعتبارات الآتية واحد أن الاتصالات تمثل جزءا كبيرا من أعمال المديرين اليومية حيث تقدر بعض الدراسات أنها ربما تستهلك ما بين 70 إلى 87% من وقت أي مدير الاعتبار الثاني أن القرى على إنجاز الأهداف تتوقف على كفاءة الاتصالات التي يبرزها المدير في عمله وتنبع كذلك أمية الاتصالات من أنها تمثل بالنسبة لإضافة المواد البشرية طريقة فعالة في تكليف الأفراد بالواجبات والمهام وإقناعهم بقبول التعليمات والسياسات أربعة أن الاتصالات الفعالة هي أمر نهام بالنسبة للمواد البشرية في ممارسة نشاطاتها المتعددة سواء في مجالات التدريب أو الاستشارات أو الإعلام كما أن الاتصالات هي الوسيلة إلى توحيد الجهود المختلفة في التنظيم وهي الوسيلة لإحداث التغيير في السلوك والتغيير في فلسفة المنظمات وسياستها وأخيرا أن الاتصالات الإدالية هي وسيلة فعالة في إحداث التأثير المطلوب على الأفراد من أجل إنجاز أهداف المنظمة عناصر الاتصالات البشرية في التنظيم تشمل أربعة عناصر رئيسة وهي مرسل الرسالة والرسالة ثالثا مستقبل الرسالة أربعة وأخيرا المعلومات المرتدة وفي المنظمات فإن المعلومات المرتدة يمكن أن تصنف إلى ثلاثة أنواع وهي معلومات مرتدة عادية اثنين معلومات مرتدة تصحية ثلاثة معلومات مرتدة داعمة من جانب آخر فإن هناك جانبين همين في عملية الاتصالات تحتاج إلى مزيد من إلقاء الضوء عليهما وهما موضوع الاتصالات اثنين الطريقة المناسبة للاتصالات وهذا ما سنعرضه في الجزء التالي من المحارات